بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالجميع كان عندنا واحد متزوج من وحده بلغ تقريباً أكثر من سبعين سنة وما الله رزقه الولد والعلاقة بينه وبين زوجته كانت علاقة غريبة جداً كان بينهم حب وعشق يعامل أحدهم الآخر كالطفل تماماً وأذكر لما امرضت زوجته العجوز أصر على أنه هو اللي نام عندها في الغرفة ويمرضها إلى أن توفيت رحمها الله وبعد وفاته مكث أسبوع لا يأكل ولا يشرب ولا يخالط حزناً عليها ثم توفي بعد أسبوع من وفاتها رحمهم الله ولا شك أن الحب الصادق لا يعرف سناً معيناً لسيما إذا كانت بينهما عشرة وتحمل للحياة بحلوها ومرها من الأدب العراقي الشعبي الجميل يذكر أن رجل عاشق مرأة وخطبها أكثر من مرة لكن أهلها رفضوا يزوجونه انتظرت البنت إصبرت حاولت بهلها لكنهم رفضوا فتزوجت وهو بقي بلا زواج تعلقاً فيها تزوجت البنت وأنجبت من زوجها بنات وفي يوم من الأيام راحت فيتهلها تزورهم فشافت العاشق الأول جالس على اعتبة الباب العاشق وهو جالس على اعتبة الباب كان حزين وكئيب وشكله أكبر من عمره بكثير فقالت تخاطبه شمالك يا بعد الروح لونك تغير عندي خواتي اثنين طب تخير قال لي راح راس المال شل بخواتك بلك الزمان يدور واخذ بناتك والبنت بضع من أمها المعشوقة وجبل عكاش وطمية على الطريق بين القصيم والمدينة تذكر عنهما أساطير منها أن عكاشاً عاشق طمية خطب عكاش طمية مراراً ورفض أهلها أن يزوجوه فظل ينتظرها حتى شاب رأسه واحدود بظهره وبعد هذا السن وافق أهلها على الزواج فقال الشاعر تزوج عكاش طمية بعدما تأيم عكاش وكاد يموت هذا الكلام أيها الإخوة أيها الأخوات مقدمة لما أريد أن أشير إليه على عجل حول عشق الأزواج في الأدب العربي وخير من ذكر عنه حبه لزوجته رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يعبر عن ذلك بلسانه وبقلبه وبفعله أيضاً تخيلوا يجيه عمر بن العاص رضي الله عنه فيقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله مباشرة ما يتردد ويقول عائشة وقوله عائشة فيه فوائد من أهمها جواز الإخبار عن حب الرجل لامرأته عند الأجانب بعض الأزواج ما يعبر عن حب زوجته إلا إذا كانوا إياها بروحهم لكن عند أمه عند أبوه عند أخوانه خواته مستحيل استحيل وفي قوله صلى الله عليه وعليه وسلم أيضاً عائشة فيه جواز ذكر اسم المرأة بحضرة الأجانب وهذه مسألة مشهورة عند العلماء هل يجوز للرجل أن يذكر اسم زوجته أو وحده من محارمة عند الرجال الأجانب ولا حرام عيب فبعضهم جوز وبعضهم منع لكن ابن العرب المالكي في كتابه أحكام القرآن قال مرجع ذلك إلى العرف كل واحد وعرفة أذكر في أيام الغزو العراقي للكويت كان عمر ذاك الوقت تقريباً 16 أو 17 سنة وكنت مسؤول عن ملفات العاملين في الجمعية وكان من ضمن الأوراق في الملفات شهادات الميلاد اللي فيها اسم الأم وشهادة الميلاد عندي ذاك الوقت بمثابة وثائق بنما فكتبت في قائمة عندي أسماء الشباب وأسماء أمهاتهم وبالليل أهددهم أي واحد يتكلم أقول للناس اسم أمه عموماً ذاق الوقت وخلوني أذكر لكم الآن على عجل بعض القصائد في حب الأزواج مما ذكرها الأدب العربي يقال طلق رجل زوجته فتزوجت بآخر ثم طلقها الثاني فرجعت للأول وكان متعلقاً بها فأنشد فعادت لنا كالشمس بعد طلاقها على خير أحوال كأن لم تطلقي ذكر الحسين رضي الله عنه حبه لامرأتها الرباب بنت مرئ القيس الكلبية ولابنته سكينة ببيتين يقول فيهما أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب ولست لهم وإن عتبوا مطيعاً حياتي أو يغيبني التراب رضي الله عن أبي عبد الله تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بعاتكة بنت عمر بن نفيل وكانت من أجمل الناس فتعلق بها جداً كان عبد الرحمن لا يفارق امرأته فشغل بها عن الناس بل حتى عن بره بأبويه فأجبره أبوه على طلاقها فطلقها مر أبوه بجانب غرفته وإذا به ينشد فوالله لا أنساك ما ذر شارق وما ناح قمري الحمام المطوق فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء يطلق لها خلق عف ودين ومحتد وخلق سوي في الحياء ومنطق فرقى له أبوه فقال راجعها فراجعها قتل عبد الرحمن مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في حصار الطائف فرثت امرأته عاتكة بقولها فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فتن طول عمري ما أرى مثله فتن أكر وأحمى في الهياج وأصبرا إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى القرن حتى يترك الرمح أحمر خالد بن يزيد بن معاوية كان يحب امرأته رملة بنت الزبير بن العوام حبا شديدا وفيها يقول يذكرها وأهلها أليس يزيد السير في كل ليلة وفي كل يوم من أحبتنا قربا تجول خلاليل النساء ولا أرأ لخولة خلخالا يجول ولا قلبا أحب بن العوام طرا لحبها ومن أجلها أحببت أخواء لها كلبا هل يالحب إذا نزلت أرضا تحبب أهلها إليها وإن كانت منازلها جدبا في سنة 1962 من الميلاد قدم الشاعر السوري نزار قباني إلى بغداد وقدم قصائد استهوت قلوب الناس وفي هذه الزيارة تعرف على امرأة عراقية يقال لها بلقيس أحبها حبا شديدا خطبها مرارا ورفض أهلها واستمرت علاقة الحب بين نزار قباني وبين العراقية بلقيس الراوي ما يقرب من سبع سنين إلى سنة 1969 زار نزار قباني العراق مرة أخرى في سنة 1969 وألقى قصائد منها قصيدة يعرض ببلقيس يقول في بعضها مرحبا يا عراق جئت أغنيك وبعض من الغناء بكاء أكل الحزن من حشاشة قلبي والبقايا تقاسمته النساء ففطن الناس لمراده لأن حبه قد اشتهر ولم يسافر نزار قباني من بغداد في تلك السنة إلا وقد تزوج من بلقيس بشفاعة الكثير من الشخصيات العراقية وفي زوجته بلقيس أطلق نزار قباني العديد من القصائد التي يمدح زوجته ويعرف بحبه لها أشهد أن لمرأة أتقنت اللعبة إلا أنتي واحتملت حماقاتي عشرة أعوام كما احتملت وقلمت أظافري ورتبت دفاتري وأدخلتني روضة الأطفال إلا أنتي أشهد أن لمرأة تعاملت معي كطفل عمره شهران إلا أنتي وقدمت لي لبن العصفور والأزهار والألعاب إلا أنتي أشهد أن لمرأة قد جعلت طفولتي تمتد خمسين عاما إلا أنتي لأن نزارا قد كتب هذه القصيدة وعمره ستة وخمسون عاما وله فيها مراث مؤثرة يطول المقام عن ذكرها نزار قباني مو أحسن مني أنا هم لي محاولات شعرية لكن محاولات شعرية بائسة كتبتها أيام دراستي في الإسكندرية اقتبست من قصيدة لأبي تمام يقول في مطلعها كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذر فقلت على شاطئ الإسكندرية تبدى سن المحبوب واستحكم الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذر أكابد طول الليل أرعى نجومه وتشقى بي الأقدام إلى وجهتي مصر تمر بي الأيام حزنا ولوعة وهل يستطيع الطفل عن أمه صبر فآه من الزفرات طرا تهدني وتفعل في الأحشاء ما يفعل الجمر فيا بحر هل ما زلت تحفظ ودهم وهل بعثت أمواجك الشوق يا بحر ويا سائق العيس الغريبة مقبلا أما من سلام جاءني به السفر يعني المسافرين هم الروح والأنفاس والسعد والمنأ هم الورد والريحان والزهر والعطر تحلوا من الإيمان أعظم حلة عليها طراز النور كله فخر وغنى حمام الأيك فوق أريكه وقلبي يقاسل بين طعمه مر فإن كانت الأجساد منا تباعدت فإن فؤادي للأحبة قصر وفي مرة من المرات على شاطة الإسكندرية بيدي مذكرة التحليل النفسي لفرويد فمليت من فرويد وسوالفة وكتبت القصيدة تطاول هذا الليل واشتدت متاعبه وحيد ولا خل بقربي أصاحبه غريبا هنا في مصر أشكو مرارة وحزنا بقلبي قد تهاوت سحائبه أعلل نفسي بالتلاقي وقربه ولم تدن مني للإياب مراكبه ألا ليت شعري هل أبي تن ساعة بتلك الرباء حول الحبيب ألاعبه فقبحا لعلم قد بريت بسقمه وتبا لفرويد هوتني مذاهبه فرويد فرويد بس عشان الوزد وذاك الوقت عرضتها لبيات على واحد من الإخوة الشعراء فقال الله يرحم والديك الله يرحم والديك لا تكتب شعر كسر مجاديفي وخليت الشعر ما في الجعبة كثير حول ما يتعلق بأدب الحب بين الأزواج نكتفي بهذا القدر أستودعكم الله